تركيا نحو تصفير المشاكل مع محيطها العربية، فالمتتبع لنهج السياسة التركية في الفترة الأخيرة يرى أنها آثرت منطقة تهدئة وتقليل الخلافات، وهذا يؤكده محللون من أن أنقرة تسعى لتقليب المصالح وإنهاء الأزمات، وهو ما لقى قابولاً عربياً في محاولة لإنهاء الاضطرابات والبحث عن استقرار المنطقة. مصادر دبلوماسية أوضحت أن أردوغان يحاول توظيف السياسة الكاريجية في خدمة الاقتصاد التركية، وهو ما تمثل في تقليل المشاكل مع القوى الرئيسية في الشرق الأوسط من خلال المحادثات الاستكشافية التي جرت مع مصر، والانفتاح على السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى تعزيز الحوار مع دول الجوار وإعادة سياغة العلاقة مع المحيط العربية، والتي بدأت بمحاولة ترتيب العلاقة مع السعودية بزيارة وزير الكاريجية التركي في مايو الماضي للرياض، ثم تلا ذلك حدوث نقلة نوعية عبر اتصالات تركية إماراتية، وزيارة هامة للشيخ طحنون بن زايد النهيان، مستشار الأمن الوطني الإماراتي إلى تركيا في أغسطس الماضي، ثم الحوار الاستراتيجي التركي البحريني قبل أيام. وتتوقع مصادر عدة أن العام المقبل سيشهد نقلة نوعية في العلاقات التركية مع مصر ودول الكليج عبر عودة السفراء ونشاطات تعود بالنفع على كافة الدول اقتصادياً وسياسياً.